السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي حلقة جديدة ومستر جمال الأسيوتي في التاريخ ومع أبليكيشن درس أنا وعدتكم إن شاء الله هتبقى في حلقة كاملة بنك أسئلة عشان نعرف الفصل الثاني أسئلته متعددة وكتيرا وقبل كده عملنا في النصف الأولاني بنك أسئلة فحسن نعمل بنك أسئلة إيه شامل نشوف مع بعض طبعا بيقول لي اختر تعود جذور وعي محمد علي بقوة الزعامة الشعبية على الساحة السياسية إلى دورها في مواجهة حملة فريزر ثورة الشعب المصري ضد المماليك رفض نقله إلى ولاية سلونيك أو سلونيك باليونان حادث دار المحكمة عام 1805 طبعا الإجابة الصحيحة تبقى رقم به اللي هي ثورة الشعب المصري ضد المماليك لما محمد علي بصري الشعب نزل عرف إن هنا إن الشعب ليه دور على الساحة إيه السياسية طيب السؤال الثاني سعى محمد علي لإنشاء الأسطول عام 1810 نتيجة ظهور خطر القراصنة على طرق التجارة السعي للسيطرة على طرق الملاحة العالمية الاستفادة من خبرات فرنسا البحرية ظهور حركات انفصالية ضد السلطان العثماني طبعا أنا سامع في ناس لما كانوا بتابعينا هيقول لك الإجابة رقم دال اللي هي ظهور حركات انفصالية ضد السلطان العثماني اللي هي إيه؟ الحركة الوهابية في شب الجزيرة العربية يبقى كان هناك علاقة بين الحركة الوهابية وظهور البحرية المصرية الإجابة تبقى صحيحة طيب تندرج حروب محمد علي في الحجاز تحت مبدأ الانتهاز الاضطراب الاضطرار الاختيار يعني هل هو دخلها منتهز ولا كان فيه اضطراب في الأوضاع ولا كان مضطر لها أو مختار لها هتبقى الإجابة الاضطرار لأن السلطان طلب من محمد علي الزهاب إلى الجزيرة العربية للقضاء على الحركة الوهابية طيب تزامن مع بدايات الانفصال عن الدولة العثمانية في عهد محمد علي التخلص من المنافسة الداخلية تكوين القوة العسكرية النظامية تعميق دور الزعامة الشعبية تأمين الحدود الشمالية طبعاً محمد علي كان تأمين الحدود الشمالية طيب بيقول لي أصبحت مصر عفواً أصبحت مصر رائدة العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن التسعتاشر الميلادي وذلك بسبب توجهات محمد علي الدينية السياسية العسكرية الاقتصادية طبعاً تب الدينية ليه؟ لأن السلطان لما محمد علي قضع الحروب الوهابية قلنا عمل إيه؟ أعطى لمحمد علي مشيخة الحرم المكي ولي ابن إبراهيم ولاية جدة فكده أصبحت هنا مصر رائدة للعالم الإسلامي بالإشراف على بيت الله الحراب أول محاولة للتخلص من محمد علي استغل فيها البعض ظروفاً سياسية اقتصادية اجتماعية جغرافية هتبقى الإجابة رقم باء اللي هي ظروف ايه؟ اقتصادية واحد يقول لي إزاي؟ محمد علي يا أولاد لما مسك الحكم سنة 1805 في نفس السنة في شهر أغسطس كان بيحتفل مع الشعب المصري بعيد وفاء النيل ده سنة كام؟ 1805 في الوقت ده استغل الممليك انشغال محمد علي بالاحتفال مع الشعب بعيد وفاء النيل وهاجموا القاهرة من الجيزة جنوباً ولكن استطاعت قوات محمد علي مترادة الممليك حتى أسيوت وإسناء ناحية أسوان طيب نجح الخديوي إسماعيل في تغيير الوضع السياسي لمصر في عهد خلفاءه من خلال حق مصر في إدارة شؤون البلاد الاقتصادية زيادة عدد الجيش المصري إلى 18 ألف جندي إلغاء القيود السياسية في فرماني 1841 منح الرتب المدنية والعسكرية حتى الردبة الثانية هتبقى الإجابة اللي هي إلغاء القيود السياسية في فرماني 1841 وده اللي هو أصبح الحكم في أكبر أبناء إسماعيل بدل من أكبر أبناء أسرة محمد علي سنن طيب يظهر التناقض بين فرماني 1841 وفرمان 1866 من خلال التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقيات تغيير سياسة إصدار العملة بناء القوة البحرية المصرية حق مصر في نوعية الرتب التي تم نحها طبعا الإجابة هتبقى رقم باء اللي هو تغيير سياسة إصدار العملة ليه؟ لأن في فرماني 1841 نص على إيه؟ أن تضرب النقود بإسم السلطان أما في 66 إبدال إسماعيل الحق في ضرب العملة يبقى هنا العملة هتبقى بإيه؟ بإسم مصر طيب ترتب على فرماني 1841 بالنسبة للاقتصاد المصري هيمنة السلطان العثماني على سياسة مصر المالية جمود التنمية الذاتية والاستثمارات الأجنبية تدفق القروض الأجنبية في كافة مجالات الاقتصاد حق مصر في بناء سفن تجارية بموافقة السلطان هتبقى طبعا الإجابة اللي هي رقم ألف هيمنة السلطان على سياسة مصر المالية اللي هو إيه؟ أن ترسل مصر ربع إرادات الحكومة المصرية للسلطان طيب أدرك محمد علي أهمية وجود رابطة عربية تجمع بين وادي النيل والشام والجزيرة العربية خلال حروبه فيه هل اليونان شبه الجزيرة العربية الشام السودان تاني أدرك محمد علي أهمية وجود رابطة عربية تجمع بين وادي النيل والشام والجزيرة العربية خلال حروبه فيه هتبقى طبعا شبه الجزيرة العربية لأن محمد علي بعد الحروب الوهابية مشي شعر بأهمية تكوين رابطة عربية أو كانت البداية لتكوين رابطة عربية في مواجهة الرابطة العثمانية اللي هو الدولة العثمانية يعد رفض والي عكة طلب محمد علي إرجاع الفلاحين الهاربين إلى الشام تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية العدالة المساواة المواطنة طبعاً المواطنة ليه؟ لأن احنا قلنا هنا والي عكة رفض طلب محمد علي باعتبار أن الفلاحين المصريين رعاية عثمانيين يحق لهم أن يعيشوا في أي مكان يتبع الدولة العثمانية وإحنا قلنا اتخذها محمد علي الزريعة لدخول حرب الشام الأولى طيب غيرت إنجلترا سياستها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية وذلك بسبب صلح إميان معهدة العريش تولية محمد علي حكم مصر تثبيت محمد علي حكم مصر طبعاً الإجابة تبقى رقم دال اللي هو تثبيت محمد علي حكم مصر لما إنجلترا حاولت أنها طلبت من السلطان أن يخدم خلع محمد علي وتعيين الألفة وأي والي عثماني آخر سنة ١٠٠٠٠٠٠٦ فالسلطان أصدر فرامان بنقل محمد علي إلى أولاية سلونيك باليونان ولكن رفض محمد علي ولذلك استطاعت الزعامة الشعبية إقناع السلطان بتثبيت وبقاء محمد علي بحكم مصر يبدأ هنا تحوات السياسة من دبلوماسية إلى نظام عسكري ليحملة فريزر طيب تحددت سياسة مصر الخارجية وعلاقاتها مع القوى المختلفة في النصف الأول من القرن التسعتاشر بسبب سياسة الاحتقار بناء القوى الذاتية لمصر الموقع الجغرافي والمجال الحيوي البعثات التعليمية طبعا خلي بالك تحددت سياسة مصر إيه؟ الخارجية يبقى أكيد بسبب بناء القوى الذاتية لمصر ليه؟ بناء القوى الذاتية ده إدى لمحمد علي قوة وخلا يبقى ليه إيه؟ إزاي يبقى مصر إليها وضع سياسي دولي على مستوى العالم طيب تأثرت الدولة المصرية اقتصادياً برغبة إسماعيل في التخلص من قيود فرماني 41 وذلك من خلال حرصه على استمالة الباب العالي الصدام المباشر مع القوى الأوروبية ادخال مظاهر الحضارة الحديثة حروب إسماعيل في الحبشة طبعا هتبقى رقم ألف اللي يحرصه على استمالة الباب العالي اللي هو إحنا قلنا استضاف السلطان وفي نفس الوقت ادى له هدايا وفي نفس الوقت إيه؟ إدى 60 ألف جنيه للصدر الأعظم فؤاد باشا كله ده كان عشان يكسب الباب العالي اللي هو السلطان إيه؟ العثماني طيب اختلف المشروع الاستقلالي لكلا من محمد علي وإسماعيل من حيثه جروز قوة مصر الدولية الهدف المراد تحقيقه الأسلوب والطريقة المتبعة الاهتمام بالمجال الحيوي الجنوبي طبعا تبقى الإجابة بتاعتنا رقم جيم الأسلوب والطريقة المتبعة ليه بقى يا أولاد؟ محمد علي محمد علي لما خد أسلوب الاستقلالي خده من نفسه ومحمد علي بدأ في البداية إيه؟ واحدة واحدة تكوين الرابطة العربية في مواجهة الدولة العثمانية بتوسعاته اللي هي شيء بالجزية العربية والسودان والشام وغيرها أما إسماعيل الفرق أن إسماعيل بدأ مشروع الاستقلالي كله على حساب الخزينة إيه؟ المصرية محمد علي موقعش في مشكلة ديون لا واع فيها مين؟ إسماعيل طيب أعادت معاهدة لندن 1840 ربط مصر بالدولة العثمانية من خلال إعادة محمد علي للأسطول العثماني حرمان مصر من انتصاراتها الخارجية منح محمد علي حكم مصر وراثياً دفع جزية سنوية للسلطان طبعاً مدام ربط مصر بالدولة العثمانية يبقى اللي هي إيه؟ دفع جزية سنوية للسلطان ودي تعتبر ربطت مصر بالدولة العثمانية اللي هي التبعية يا أولاد اتبع الخليوي إسماعيل خلال محاولاته للاستقلال عن الدولة العثمانية اسلوب الصدام العسكري الترغيب والترهيب التقارب والتوافق المؤامرات السياسية طبعاً إسماعيل كان عاوز يفسد غضاً السلطان يبقى تبقى إيه؟ التقارب والتوافق اللي هي رقم جيم ماشي كان هدف الخليوي إسماعيل من إقامة نهضة عمرانية في القرن الأفريقي إيه؟ الظهور أمام الأوروبيين بالرجل المتحضر منافسة الدول الأوروبية في الشرق الأفريقي حماية البعد الاستراتيجي لمصر جنوباً إلغاء تجارة الرقيق في تلك المناطب طبعاً الغرض منها اللي هو إيه؟ حماية البعد الاستراتيجي لمصر جنوباً يعني إن مصر يبقى ليها أماكن توسعية وفي نفس الوقت إسماعيل سعيدها سيطر كمال على منابع النيل وأوساط أفريقيا وده كله نتيجة لمين؟ توسعات محمد علي في السودان شملت تسوية لندن 1840 الكثير من الشروط القاسية لكن أعظمها أثراً هل السياسة السياسية والعسكرية؟ الاقتصادية والعسكرية؟ السياسية والاقتصادية؟ السياسية والاقتماعية؟ طبعاً هي شملت شروط قاسية كثيرة ولكن كان أعظمها أثراً هتبقى طبعاً إيه؟ الاقتصادية والعسكرية ليه يا أولاد؟ لأن هنا قالك تعد قوات محمد علي البرية والبحرية جزءاً من قوات السلطان وتأتمر بأمره ومحمد علي اتحرم من جميع انتصاراته الخارجية ورجع جميع الفتوحات اللي عملها المين للسلطان والأسطول إلى جانب أن مصر تدفع جزياً مين للسلطان إيه؟ العثماني فده كله ده كان أقصرها أثراً لأن ناحية الاقتصادية وإيه؟ والعسكرية طيب شهد عهد سعيد باشا بعض السياسات العسكرية التي كان لها أثرها الإيجابي على الجانبين السياسي والفكري الاقتصادي والسياسي الفكري والاجتماعي الاجتماعي والاقتصادي طبعاً هتبقى الاجتماعي وإيه؟ والاقتصادي لأن إسماعيل يا أولاد عمل حاجة جعل التجنيد أو اهتم بالتجنيد في ظل الشروط الدولية جعل التجنيد كبرياً على جميع طبقات المجتمع ولفترة محدودة فده أدى ذلك أنه ما فيش تفرقة اجتماعية في نفس الوقت حس أنه هنا المصريين أنه فيه هنا مسوابه بالطبقات الأخرى كان عهد إسماعيل نهاية الفترة الانتقالية التي بدأت منذ تسوية لندن 1840 وفرماني 1840 لأنه أعاد ظهور مصر على الساحة الدولية أعاد تقوية علاقة مصر بالدولة العثمانية حصل على مزايا توسع للاستقلال إلى جانب خضع للنفوذ الأوروبي في أواخر أيامه هتبقى الإجابة بتاعتنا أعادة ظهور مصر على الساحة الدولية التي هي بتوسعات نصف جنوباً والجنوب الشرقي حتى ساحل البحر الأحمر وظهور قوة مصر مرة أخرى تتمثل الآثار الإيجابية لإصدار الحكومة المصرية لقانون المقابلة فيه إعفاء الفلاحين من دفع الدرائب التخلص من مأزق الديون زيادة حقوق الملكية الفردية تحول ملكية الأراضي إلى حق انتفاع طبعاً لو إحنا افتقرنا قانون المقابلة بنص على إيه أن الذين يدفعون ستة أمثال الضريبة المقررة على الأرض الزراعية مرة واحدة يعفوا من نصف الضريبة بصفة مستمرة ويكون لهم حق الملكية التامة على الأرض يبقى هنا لو إحنا بصينا تبراكم جيم زيادة حقوق الملكية الفردية انعكس سقوط الاحتقار إيجابياً في عهد سعيد باشا على تطوير وسائل النقل سيادة مناخ الحرية الاقتصادية زيادة الانتاج الزراعي زيادة الانتاج الصناعي طبعاً هتبقى اللي هي إيه تطوير وسائل النقل لأن احنا عرفنا لما سقط نظام الاحتقار وسيطر الإجانب على أمور التجارة فأدى ذلك إلى إيه؟ إنهم اهتموا بطرق النقل والمواصلات أدت حركة التبرد على الخلافة العثمانية خارج مصر في بداية القرن التسعتاشر إلى قضاء البيوش العثمانية عليها تغير النفوذ حاكم مصر زيادة التحالفات العثمانية الدولية نجاح انفصال مناطق التمرد طبعاً هتبقى الإجابة رقم باء اللي هي تغير نفوذ حاكم مصر اللي هي الحروب الوهابية النتيجة رفعت قدر محمد علي من تابع إلى حاكم مستقل وأصبح ليه النفوذ على منطقة الحرم المكي وابن إبراهيم ولاية جدة وطبعاً حاكم مصر أصبح له شأن أكبر وحسب باهميته واستقلاله ظهر اهتمام الخديوي إسماعيل بالعلوم الشرعية من خلال إنشاء الجمعية الجغرافية دار الكتب الجمعية الخيرية الإسلامية جمعية المعارف طبعاً لازم أكون فاهم كويس طبعاً هنا العلوم الشرعية يقصد بها اللي هي اهتمام بطباعة كتب الفقه يبدأ جمعية أولاد المعارف اللي عملها إسماعيل سنة 1866 كان ستة وستين طيب يؤكد ازدهار الصناعات الحربية في أواخر عهد عباس وأوائل عهد سعيد على سيادة مناخ الحرية الاقتصادية تأسيس محمد علي لقاعدة صناعية في مصر التأثير القوي لسقوط الاحتقار على الصناعة منافسة الانتاج المحلي للانتاج الأجنبي طبعاً لما هنا دخل السلطان العثماني حرب القرم يا أولاد ضد روسيا فبناء العطالة بالسلطان بدأ ازدهرت بعض الصناعات الحربية في أواخر عهد عباس وبداية عهد سعيد طبعاً اللي خلى السلطان عمل كده إيه إن تأسيس محمد علي أصلاً لقاعدة صناعية في مصر اللي هي كانت معظم المصانع في مصر لسل خدمة المجال العسكري ولذلك ساعد على إيه ازدهار حركة إيه أو صناعة الأسلحة في أواخر عهد عباس وبداية عهد سعيد كانت سياسة الباب المفتوح الاقتصادية لصالح الأجانب أكثر منه لصالح المنتج المصري بسبب وجود منافسة غير متكافئة بين الطرفين بدء ظهور الامتيازات الأجنبية في مصر نقل أفكار الثورة الصناعية إلى مصر زيادة دور القطاع الخاص طبعاً هتبقى إيه؟ وجود منافسة غير متكافئة بين الطرفين اللي هو المنتج الأجنبي والمصري وذلك عشان كده إحنا عندنا كمان تدهورت طبق الطواقف الحرف واختفت بعضها ليامستر لعدم قدرتهم على منافسة المنتج الأجنبي إلى جانب أغلقت مصانع الدولة معظمها ازدادت الأحوال المالية والاقتصادية سوءاً في سبعينيات قرن التسعتاشر نتيجةً توسيع النفوذ السياسي والعسكري الخارجي لمصر إرسال سفينة مليئة بالهدايا للسلطان العثماني بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر دفع إسماعيل ستين ألف جنيه عثماني للصدر الأعظم فؤاد باشا هتبقى طبعاً الإجابة توسيع النفوذ السياسي والعسكري الخارجي لمصر كله ده طبعاً مصر خسرت فيها ملايين من الجنيهات في وقت كانت تعاني فيه الخزينة المصرية من ضائقة مالية توفير الحماية والأمن في القرن الأفريقي من الإدارة المصرية انعكس إيجابياً على المجالات هل العسكرية والدينية والاقتصادية؟ العسكرية والصحية والعمرانية؟ العمرانية والاجتماعية والاقتصادية؟ الاجتماعية والدينية والثقافية؟ طبعاً هتبقى العمرانية والاجتماعية والاقتصادية ترجع خطور التوسعات الخليوي إسماعيل في شرق أفريقيا أنها جاءت في وقت كانت مصر تعاني فيه من توقف التنمية، الصراعات الداخلية، الأزمة المالية، الهيمنة العثمانية طبعاً أنا سمع ناس بتقول الأزمة المالية برابو طيب، تدخلت الدول الأجنبية لمنع ظهور محمد علي آخر في عهد إسماعيل نتيجة السراع الاستعماري في القرن الأفريقي محاولات إسماعيل في الاستقلال عن الدولة العثمانية الدور الحضاري لمصر في القرن الأفريقي وشروعات التنمية التي بدأها إسماعيل طبعاً الإجابة هتبقى السراع الاستعماري في القرن الأفريقي توجد علاقة بين انتعاش الصناعات الحربية في مصر في عهدي عباس وسعيد وزيادة عدد الجيش المصري زيادة مناخ الحرية الاقتصادية السياسة الخارجية للدولة العثمانية التدخل الأجنبي في الصناعة المصرية طبعاً هتبقى السياسة الخارجية للدولة العثمانية أسئلة السواب اهتمت مصر بعد سقوط الاحتقار بزراعة النباتات الصناعية الإجابة صحيحة ليه؟ حيث أدخل محمد علي نباتات جديدة مثل دودة الأز عشان الحرير ونبات النيلة الهندية أدى ضم محمد علي للسودان إلى إدخال مظاهر الحضارة الحديثة بها العبارة صحيحة حيث قام بإنشاء العديد من المدن زي القرطوم وكسلع النين الأزرق وقسم السودان لمدريات فأقسام على غرار التقسيم المصري فده يعتبر مظاهر مدنية حديثة حرصت الدول الأوروبية في معاهدة لندن 1840 على استمرار خضوع السلطان العثماني لها العبارة صحيحة حيث تعهدت بحماية عرش السلطان وحمايته من محمد علي طبعاً بكده يا أولاد يبقى وصلنا لنهاية الحلقة وطبعاً الأسئلة دي بتدينا مجال إن إحنا نقدر نفهم الفصل أكتر وإن شاء الله لنا لقاء آخر في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم مستر جمال الأسيودي